موسيقى 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 صوتت اللجنة المنظمة للكنيسة الاثنين إلى جانب تشكيل لجنة الكنيسة المخولة في النظر بطلب رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية حيث أيد المشروع ستة عشر عضوا مقابل معارض واحد كما وألغت اللجنة قرارا سابقا لها نص على وجوب موافقة رئيس الكنيسة يولي إدلشتاين كشرط لتشكيل لجنة الكنيسة الأمر الذي يشكل ضربة لنتنياهو حيث أنه لا يملك أغلبية في الكنيسة الحالية لدعم طلبه في الحصول على الحصانة وكان تحالف كحولفان قد نجح مؤخرا في تجنيد 65 عضوى كنيسة مؤيدا لتشكيل لجنة الكنيسة لبحث طلب حصانة نتنياهو قبل الانتخابات المقبلة التي ستجري في الثاني من آذار المقبل الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة المعركة الانتخابية وفي حال رفضت لجنة الكنيسة التي ستشكل قريبا لبحث طلب الحصانة فسيتعذر على نتنياهو تقديم الطلب مرة أخرى بعد الانتخابات وسيضطر إلى المثول أمام المحكمة التي ستنظر في لوائح الاتهام المقدمة بحقه أعلن كل من تحالف العمل جيشر وحزب ميرتس عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في الثاني من آذار في قائمة انتخابية واحدة وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه فإن رئيس حزب العمل عمير بيرتس سيترأس هذا التحالف تليه زعيمة حزب جيشر أورلي أبيكسيس بالمكان الثاني في القائمة فيما يشغل رئيس حزب ميرتس نيتسان هوروفيتس المكان الثالث في القائمة ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن هذا التحالف الذي يأتي بهدف تعزيز قوة القوائم المحسوبة على يساري ووسط الخارطة السياسية وزيادة تمثيله في الكنيسة وذكرت مصادر إسرائيلية إلى أن الزعيمة تحالف كحولفان بني جانس سعى مؤخرا من أجل إقامة هذا التحالف من جهة أخرى تواجه أحزاب اليمين المتطرفة الإسرائيلي مصاعب في التوصل إلى اتفاق يوحدها في قائمة واحدة أو اثنتين وذلك قبل أيام قليلة تفصل عن انتهاء موعد تسليم لوائح المرشحين للانتخابات المقبلة مما أثار مخاوف في حزب الليكود من عدم تمكن قسم من هذه الأحزاب اجتياز نسبة الحسم وإضعاف تكتل اليمين في الكنيسة سجل مؤشر جديد أصدرته جامعة حيفا هبوطا مدويا لثقة الجمهور الإسرائيلي بالكنيسة في العام الماضي 2019 واعتبرته الأكبر خلال الأحد عشر عاما الماضية هذا ووصف ما يقارب 63% من الإسرائيليين ثقتهم بالكنيسة في العام السابق بأنها قليلة مقارنة بعام 2018 حيث بلغت النسبة 56% ورجح المشرفون أن هذا التراجع ليس مفاجئا نظرا للمأزق السياسي في العام الماضي وعدم تشكيل حكومة مرتين متتاليتين ومن ثم الإعلان عن انتخابات جديدة وكان المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قد نشر مطلع الأسبوع الماضي مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية للعام 2019 الذي أظهر أن 58% من الإسرائيليين بينهم 59% من اليهود و 52% من العرب يتهمون القيادة الإسرائيلية بالفساد أمطار البركة التي تهطل لتروي الزرعة تتحول في سهل البطوف لكابوس يعاني منه المزارعون منذ سنوات طويلة حيث تغرق مساحة كبيرة من أراضيهم السهلية دون إيجاد حلول جذرية للأزمة الأمر الذي يكبدهم خسائر جسيمة في كل موسم دائماً إحنا منعاني من غرق بعض الأراضي وهذا الحل ما بنحل أنا شخصياً وبعض الفلاحين مثلين لا نلهث ولا نجري وراء التعويضات وراء من هنا إحنا منلهث وصحيح ومنصيح ومنصرخ لحل جذري نهائي لهذا الموضوع اللي هو بحفر قناة لإخراج هاي المي من سهل البطوف هذا وضع مؤلم والفلاحين كلها للمطالبة وهذه مشكلة الحكومة مشكلة وزارة الزراعة إنه مش مشكلة أرضياتي أنا بعمل قناة فيه نخلصنا ما هو إذا أنا أعملي هتبدو يروح على أرضيات جاري وكلنا خسرين سياسات عنصرية تتبعها السلطات الإسرائيلية محاولة تحويل البطوف إلى محمية طبيعية بهدف دب اليأس في قلوب المزارعين وتشجيعهم للتخلي عن أراضيهم الأمر الذي دفع البلديات في سخنين وعرابة ومجلس لبعيني لوضع خطة بمجبهة ترصد ميزانيات لتعويض المزارعين من الأضرار الناجمة عن الغرق توصلنا إلى تفاهم مع وزارة الزراعة بضرورة تعويض المزارعين عن هذا الغرق المتكرر وينص الاتفاق أو التفاهم مع وزارة الزراعة على أن تقوم الوزارة برصد 800 ألف شكل وتقوم السلطات المحلية المعنية في عرابة وسخنين ولبعيني جدات برصد 200 ألف شكل يصبح المبلغ الكلي مليون شكل وهناك اتصالات مع جهات أخرى لزيادة المبلغ إلى ما يقارب المليون ونصف المليون شكل ترصد سنوياً وفي كل سنة يغرق سهل البطوف بفعل أمطار الشتاء يتم تعويض المواطنين من الأموال المجموعة في هذا الصندوق كما يبدو أن التعويض سيبدأ من هذا العام لأن السهل قد غرق بفعل أمطار الشتاء لطالما شكل سهل البطوف هدفاً للسلطات الإسرائيلية التي حرمت المزارعين العربة حتى من تمرير خط مياه لري أراضيهم وأصدرت أوامر بمنعهم من بناء عراء شتقيهم حر الصيف لتستمر معاناتهم بغرق أراضيهم في فصل الشتاء سنوياً مسلسل تضييقات لم يكسر إرادة المزارعين الصلبة في الحفاظ على أراضيهم رفض على المستويين البلدي والشعبي في أم الفحم للخارطة الهيكلية التي أكرت للمدينة من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا حيث تراها اللجنة الشعبية والبلدية لا تفي بإحتياجات المدينة خلال السنوات المقبلة نحن نعتبر أنه باللحظة اللي أودعوا الخارطة بدون موافقتنا هذا أمر اللي كان عليه هذا الاحتجاج حتى أننا كنا في مصارين مصار اعتراضات عادي فجهزنا وسلمنا الاعتراضات وكتبنا كل التحفظات حتى التفصيلية بما يخص أيضاً نسب البناء هذه أمور اللي هي ثانوية ولكن نحن اعتردنا على الأشياء الأساسية وكان توجه قضاء أيضاً نحن نطالب بإيقاف إيداع الخارطة حتى تلبى الطلبات الأساسية اللي إحنا منا إياها في الخارطة لم تولي الخارطة الهيكلية الحالية اهتماماً في تخصيص مساحات كافية لمنطقة صناعية تلبي الاحتياجات المستقبلية للمدينة وقد أتت متجاهلة كافة المطالب بضم جميع البيوت غير المرخصة ضمن مسطح المدينة مما يبكي شبح الهدمي يخيم على أصحابها وأمور عديدة أخرى لم تأخذ بالحسبان واحد فقط منطقة عين جرار خط الارتداد الذي كما قدمه فكان خط الارتداد 80 متر وهذا يعني مصادرة بالخفاء لمساحة شاسعة من أراضي أم الفحم من أجل مستوطنة ميعمي ميعمي لا تساوي 5% من سكان عين جرار فقدموا فنحن نشعر بأننا ضحية ضحية وأراضينا ضحية قدمت هدية لمستوطنة ميعمي وتعتبر مدينة أم الفحم ثاني أكبر مدينة عربية في البلاد من حيث تعداد السكان حيث تعاني كسائر البلدات العربية من اقتضاض سكاني وعدم توفر مساحات للبناء مما يلزم عملا بلديا برلمانيا وشعبيا للضغط من أجل إكرار خرائط تتوافق مع احتياجات المواطنين العرب وترفع من مستوى المعيشة لديهم اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن استشهاد الفلسطينية عائشة الرابي على يد مستوطن بالضفة الغربية المحتلة في تشرين الأول الماضي هو عمل عذائي وقع لأسباب قومية وفي تصريح لوسائل إعلام وصف محام العائلة هذا الاعتراف بأنه إنجاز كبير رغم عدم وجود اعتراف من قبل المجرمين مضيفا أن فريق الدفاع قدم طلبا إلى المحكمة بهدم منزل منفذ عملية قتل الفلسطينية الرابي مشيرا إلى أن سياسة التمييز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في عدم تنفيذ هدم منازل منفذ عمليات ضد الفلسطينيين من الإسرائيليين وكانت محكمة إسرائيلية قد أفرجت في أيار الماضي عن المستوطن الإسرائيلي قاتل الشهيد الرابي وفرض الإقامة الجبرية عليه بذريعة ضعف الأدلة والقرائن التي تم جمعها ضده وكانت عائشة الرابي قد استشهدت في الثالث عشر من تشرين الأول من عام 2018 إثر اعتداء بالحجارة نفذه مستوطن استهدف سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها شمال الضفة الغربية ضمن برامجها للنهوض بمجال الصحة والمجتمع نظمت رابطة الأطباء العربي في النقاب في مركز الشباب ببلدة حورة محاضرة حول امتحان الترخيص للطب البشري ما بين الماضي والحاضر كانت هناك إرشادات وتوجيهات بهذا الجانب نحن نعلم أن هناك تغيرات كبيرة في الامتحان بما فيها طريقة الامتحان أنه امتحان محوسب بالإضافة إلى نوعية الأسئلة نحن نتحدث عن أسئلة في المجالات المختلفة أسئلة تكتب جديدة لأول مرة وهذا الجانب سيكون أيضا في المستقبل جميع الأسئلة ستكون جديدة كما كانت هناك توجيهات بخصوص المراجع التي يستطيع الأطباء الدراسة منها تخللت المحاضرة أهم الإرشادات والتوجيهات بخصوص امتحان الترخيص الأخير في مجال الطب والتغيرات التي ستطرأ على الامتحانات القادمة وذلك بناء على المعلومات من وزارة الصحة ورئيس اللجنة الامتحانات أنا أتمنى لجميع النجاح بس شدوا الهمة مضى الوقت للمتحان وبتمنى أن يقضوا بالحسبان كل الأشياء التي ستحدث عن طريقة المخشف بما فيها الإشكالية التي ستحدث من سؤال إلى سؤال التي سيأخذ وقت وبما فيها صعوبة الامتحان سيكون هناك تغيير في المدينة الامتحان الأسئلة شدوا الهمة ليس سيكون دكتور مادة ليس سيكون شيخ زوريم كثير أنا إن شاء الله بدي أعمل امتحان الدولة إن شاء الله الذي سيقام في 23 أربعة كماني ثلاثة أشهر إن شاء الله أنا بدي أنصح كل الطلاب والمتهجين لامتحان البلاد أن يدرسوا وأن يركزوا على المواد وأن يتبع المصادر الموثوقة والمتبوعة والمركزة من قبل وزارة الصحة الأطباء الذين ينتظرون امتحان الترخيص أكدوا أن هذه المعلومات تمنحهم القدرة على تجهيز أنفسهم بالشكل الأفضل للامتحان نظرا للتغيرات التي طرأت على امتحان الترخيص الذي يزداد صعوبة لمئات الطلاب العرب الذين أنهوا دراسة الطب خارج البلاد قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو خلال مراسم تأبين قتل الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران إنه سيسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة عما حدث وأمام حجد ضم 1700 شخص في ملعب لكرة السلة في إيدمونتون بإقليم ألبرتا مسقط رأس 13 من الضحايا قالت رودو إن هذه المأساة كان يجب أن لا تحدث على الإطلاق وبدأت الجالية الإيرانية في إيدمونتون في جميع أموال لتسديد مصروفات الجنازة وغيرها من النفقات لصالح عائلات الضحايا وفي تورونتو شارك نحو ألفي شخص في مراسم تأبين لضحايا الحادث وأقيمت المراسم بعد أيام من الحزن في كندا ووقفات بالشموع في عدة مدن وأقرت إيران بأن جيشها أسقطت طائرة خطأا يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل 176 شخصا ولقي ما لا يقل عن 57 كنديا حتفهم في الحادث معظم من أصول إيرانية في واحدة من أكبر الكوارث المنفردة التي تكبدت فيها كندا قتلا منذ 40 عاما ووصف الرئيس الإيراني حسن روحان الأمر بأنه خطأ كارثي ووقع الحادث عندما أطلقت وسيل الدفاع الجوي صاروخا بطريق الخطأ في ظل حالة تأهب بعد الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة